أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 30 هدفاً لتنظيم بيكي كي واي بي جي الإرهابي وتحييد العديد من الإرهابيين في شمال سوريا وقالت الوزارة في بيان إن قواتها نفذت عملية جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق تل رفعة والجزيرة وديريك شمال سوريا ودمر الثلاثين هدفاً تتكون من كهوف ومخابئ وأوكار ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي كما أشار البيان لأنه تم خلال هذه العملية تحييد العديد من الإرهابيين بينهم مسؤولون مشدداً على مواصلة محاربة الإرهابي بكل عزيمة وإصرار من أجل حماية أمن تركيا وشعبها حتى الخضاء على آخر إرهابي في المنطقة